لكن الله غرض الله من خلال المسيح أن يرجع الإنسان إلى الصورة الأدبية من خلال المسيح إلى الصورة المقدسة المخلوق بحسب البر والقداسة مولودين من فوق كما يقول الكتاب المقدس وهذا يتم عن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح نتجدد روحيا ونتجدد إلى تلك الصورة عينها الصورة الإلهية تلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه ما نسميها التجديد الروحي في عمل تقديس الإنسان هذه الصورة هي صورة فعلا روحية صورة أدبية يعني صورة عقلية لفيها المنطق والتفكير والمشاعر أيضا لكن هذه الصورة أحبائي صورة اجتماعية الله كان بيتلزز بالخليقة كان كل يوم بيتمشى في الفرداوس في الجنة مع آدم وكان بيتكلم بيتواصل عن طريق الكلام وكان بيشوفوا طبعا هذه الصورة كان معهم بشكل مستمر اشتركوا في القناة